هذه طريق فرعية حاول أهالي مدينة نابلس سلوكها بعد أسبوع من فرض قوات الاحتلال حصارا على المدينة الطرق الفرعية أيضا تخضع لتجديدات عسكرية إسرائيلية طوابير السيارات التي تنتظر الخروج من المدينة أولها عند الحاجز وليس لها آخر داخل المدينة تعطلت الحياة التجارية بشكلها الطبيعي حيث تشكل نابليس سوقا لعشرات القرى المحيطة بها لا أحد يغامر في دخول المدينة الآن لأن الخروج منها ليس سهلا بالنسبة تعرف الحصار شددوا على الحواجز ممنوع الدخول ممنوع الخروج بالنسبة للعرب الداخل صاروا يشددوا ما بيقدرواش يجوا طبعا إحنا أهل البلد ما يدرش نطلع نروح على مدينة نيجع مدينة بس هذا اللي بصير عب زي ما تشايف فضع البلد زي منع تجول فيش جر غريبة فيش جامعات يتفرغ الباعة لمراقبة طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي يسمعون صوتها على مدار الساعة في سماء المدينة ليس هناك أي موعد واضح لفك الحصار برغم مطالبات الحكومة والفصائل الفلسطينية للمجتمع الدولي بالتدخل يعني إحنا حصار صر أسبوعين اقتصاديا بس إحنا في دا المقاومة واقتصاد نروح ولا شباب نتروح يعني هن بقدموا الغالي والنفيس يعني إحنا نقطة بحر نقدام اللي قدمت غزة يعني غزة كلهم التفح ولينا المقاومة رغمنا حصار 17 أو 18 سنة غزة هذه هي النتيجة الناس هنا يقولون إن الضربة الاقتصادية بالحصار لن تفلح في إبعاد الناس عن المقاومة بل تزيد من احتضانهم لها حصار قوات الاحتلال لمدينة نابلس يندرج تحت بند العقوبات الجماعية المرفوضة في القانون الدولي ما تفعله قوات الاحتلال ينتهك اتفاقيات جينيف بشأن حماية المدنيين وضمان حرية الحركة والوصول الى مصادر المعيشة عميد شهاد العربي نابلس